تصدر طوال الساعة الفائتة واسم يدعو لمساندة الفنانة الكويتية مونة السابر قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر على مستوى البحرين والسعودية ودول خليجية وعربية أخرى جاء ذلك بعدما صدر حكم قضائي بسجن مونة السابر لمدة عام مع النفاذ على خلفية القضية المرفوعة ضدها من قبل ابنتها الفنانة البحرينية حل الترك بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني وأطلق ناشطون على موقع تويتر هاشتاغ أهل البحرين أنقذوا مونة السابر دعوا فيه إلى مساعدة طليقة المنتج البحريني محمد الترك من السجن فيما أعلنت نجمات المواقع التواصل الاجتماعي جمال النجادة ودانة طويرش وفؤز الفهد والدكتورة خلود اعتزامهن التبرع لمساعدة مونة السابر ودفع الغرامة التي تجنبها السجن وفق ما تداوله المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي السياق عينه خرج الإعلامي اللبناني إلي باسيل عن صمته وكشف عن اتصال دار بينه وبين مونة السابر ودام لوقت طويل مشيرا إلى أنه يلتزم الصمت احتراما لرغبة مونة وكتب إلي باسيل في منشور عبر حسابه الخاص على انستغرام من ثلاثة شهر صار فيه اتصال خاص جدا بينه وبين السيدة مونة السابر اتصال امتد لساعتين من الوقت تقريبا فتحت لي مونة قلبة وعرفت أمور حزينة محزنة كتير ولا بالأفلام وعلى مد طول هالاتصال العميق كله ولا ربع كلمة غلط طلعت من الأم على بنتها حالترك ولا حتى كلمة ملامة تخيلوا قد كان قلبة مجروح من بنتها وما زال وبنفس الوقت قلبة مش مطاوعها حتى تعاتبها مش بس تزعل منها أو تكرها اللي أكيد منه أنه حالة لما توعى مضبوط من حالة الضياع اللي هي فيه رح تندم أشد الندم ولا مرة قلت لكم شي وما صار ولو بعد حين رح تندم ندم يكلفها خسارة سلامة داخلة للأبد رح تخسر روحها ونفسها وتعيش كل حياتها ندمانة ومنهارة يا حرام شو عملتوا بالطفلة الله ينتقم منكن مش من اللي عم تعملوه باما الله ينتقم منكن باللي عم تعملوه بالبنت وتجبروا البنت تعملوه باما وأهم شي كل هالشي بأسبوع عيد الأم وأنا هلأ محتار بين أني أحكي بالأمانة بغية الخير والحقيقة والخشية أني أتهم بالخيانة في حال حكيت بما أني مش أخذ الإذن من منا اللي غايبة عن السمع والتواصل عن فكر من بعد احتيار التفكير طويل أعطي شوية وقت للشيطان ولكن الحادث حديث كما هاجمت الأعلامية الكويتية مي العيدان حل الترك وانتقدت إغلاقها خاصية التعليقات وهروبها من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي سائلة عن ضميرها وكانت مونة السابر قد ظهرت بعض لحظات من صدور الحكم في حقها يوم الأربعاء في مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام وهي منهارة لتعلن صدور حكم الاستئناف بحقها وقالت كنت أتمنى على ابنتي أن تقف وقفة حق وأقول لها شكرا حلا على الهدية التي أهديتني إياها في عيد الأم ترجمة نانسي قنقر